لدى استقبال سموه للسفيرين السعودي والإماراتي لدى المملكة أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن التحديات المنطقة كلما ازدادت وطأتها زاد الموقف الخليجي قوة وصلابة في مجبهتها وهذا ما جعل دول المجلس تخرج بسلام من المؤامرات التي كانت تستهدف أمنها واستقرارها حيث تمكنت بفضل الله وبحكمة القادة ووعي الشعوب من صد هذه المؤامرات ودحرها وأكد سموه أن تعزيز التعاون الخليجي مع الدول الكبرى أمر ضروري خاصة أنها بدأت تظهر اليوم تفاهما ونظرة إيجابية تجاه ما يحدث في المنطقة وما تتعرض له من إرهاب في محاولة من أيدي خارجية لتقويض أمنها هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة السيد عبد الرضا عبدالله الخوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما يشهده التعاون البحريني السعودي الإماراتي من نموم وتطور في مختلف المجالات حتى غدت العلاقات التي تربط بينهم نموذجا يحتذا به في العلاقات بين الدول وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم مملكة البحرين في مختلف الظروف واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفيرين مجمل تطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد سموه أن تطورات الأوضاع وتحدياتها تتطلب تكثيف اللقاءات الثنائية والإقليمية والدولية على مختلف مستويات المسؤولية للدفع قدما بأفاق التعاون باعتباره الطريق الأمثل لمواجهة هذه التحديات